الذي تحدثتم عنه فيما يتعلق بنظري الدارون ولكن لا يتعلق بالتفصيل طبعا إنما يتعلق بتأثر الشباب الذين يسافرون إلى بلدان أخرى هم يتأسس لديهم الإيمان هنا بطرق عقلية ونقلية وبكل المناهج التي يستخدمها المسلمون لمنهج الحسي والعقلي وأيضا القانب النقلي ولكن عندما يذهبون إلى بلدان أخرى وتعرض عليهم أمثال هذه النظرية وبعض الشبهات يتضعضعون ويتراجعون السبب هذا التراجع في رأيكم ما هو؟ من أسبابه أن التأسيس لم يكن تأسيسا صحيحا وينبغي لنا أن نعترف فلم يكن هناك من وسائل التعريف بعقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر ما يمكن هؤلاء من الثبات ولذلك فإنك تجد أنهم يظنون أن مسائل العقيدة هي تلك المسائل الكلامية المتعلقة بما اختلفت فيه هذه الأمة أما ما يتعلق بإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى والإيمان به وما يتعلق بصفاته وبتدبيره لهذا الكون وبكيفية الوصول إلى هذا الإيمان من خلال الأدلة المبسوطة في هذا الكون وفي الأنفس وكيفية الرد على هذه الشبهات فإنهم يفتقرون إليه كما يفتقرون أيضا وهذا سبب آخر إلى تعريفهم بمعنى العلم الذي يتعلمونه فما الذي يصنعه العلم ما وظيفته في هذه الحياة هل العلم يغني عن الإيمان هل هناك تناقض بين العلم والدين هذه المسائل لا يتعرضون لها كما قلت أن ندخل في تفاصيلها وإنما نقول أن من الأسباب الداعية إلى ذلك ضعف المناهج التي تؤسس للمسلم اليوم لا سيما في مراحله الأولى مع انفتاح هذا الشاب اليوم على عالم فيه من الشبهات والأقاويل والأباطيل والنظريات والأطروحات لا سبيل إلى حجبه ومنعه منه فيتعرض لكل ذلك وهو على غير أساس متين ولذلك فإنه يكون ضحية لهذه الأقاويل فلا هو من حيث إدراكوا لحقائق الإيمان وكيفية إثبات هذه الحقائق وكيفية إثبات الإيمان مؤهلا تأهيلا صحيحا ولا هو في نظرته أيضا إلى حقيقة العلم ووظيفته ودوره في الحياة مدركا لهذه المعاني فيظن أن اكتشاف حقائق معينة حقائق علمية يغني عن الإيمان ويتوهم أيضا كما يحاول كثير من دعاة الإلحاد والتشكيك في الدين عموما أن يغرس هذه المعاني أن هناك تضادا بين الدين والإيمان فيتأثر بذلك بالإضافة إلى أسباب أخرى في صدارتها كما قلت الضعف الحضاري عموما للمسلمين النظرة السطحية لكثير من الشباب إلى ظواهر هذه المجتمعات والمدنية التي بلغتها مع مقارنة ذلك بأحوالهم عدم الدراية بالتاريخ الحضاري العلمي لهذه الأمة وما أبدع فيه العلماء المسلمون في مختلف مجالات الحياة فتجد أنهم خلو من الدراية بكل ذلك فلا ينظرون إلى هذا الدين ولا إلى أهله إلا من خلال الواقع المعاصر الذي يرونه أمامهم مع ما يشتمل عليه أيضا من تدافع وتناقض وتأخر وفي كثير من الأحيان أيضا من غلو أو تطرف بالإضافة إلى الجهل والهوى والشهوات هذه كلها أسباب والبقد النفسية واليوانب النفسية نعم كلها أسباب تفضي بهم إلى هذا الحال وكما قلت المسألة تستجعي أيضا أن نتناولها بكثير من التفاصيل بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى لعل ذلك سيكون في قابل الحلقات إن شاء الله